ما تزال تحقيقات الحوثيين بشان مقتل عشرة أطفال في مستشفى الكويت غامضة إلى اللحظة بعد تورط قيادات كبيرة في عمليات تهريب الأدوية الفاسدة التي كانت مخزنة في المستشفى الحكومي لغرض علاج السرطان وهو الأمر الذي تحول بفعل الأدوية الفاسدة إلى كارثة عكسية هذا ويشهد اليمن وخصوص المناطق سيطرة الحوثيين انتشاراً واسعاً للأدوية المهربة المخالفة لمعاير التصنيع عديمة الفعالية إلى جانب أدوية منتهية الصلاحية يتم بيعها في الصيدليات علانية وهو الذي يتسبب في الكثير من المضاعفات لدى العامة في ظل غياب لرقابة وزارة الصحة وتشير معلومات من سوق الدواء في صنعاء وذمار ومحافظة إب إلى أن الحوثيين قد أمسكوا بزمام سوق الأدوية ومنع أي دخول لهذه السلاع من المناطق المختلفة في اليمن ضماناً لمكاسب يقول مختصون بأنها أرقام خرافية تتناسب مع تجارة الأسلحة والمخدرات حيث أصبحت الأدوية في بندر أساسياً في ميزانية الحوثيين وفي هذا الإطار تقول منظمة يمنية بأن هناك قائمة سوداء بواحد وسبعين قيادياً حوثي يتاجرون بالأدوية المهربة من خارج البلاد حيث يتم استقبالها في مناطق متفرقة من الحديدة وسواحل محافظة لحج وتحديداً في رأس العارة ويتم نقلها إلى مناطق الحوثيين عبر طرق تهريب خاصة وهو ما يعرض الكثير من هذه الأدوية للتلف وتقول المنظمة اليمنية في تقريرها بأن الحوثيين يتقاضون من الأمم المتحدة حصة وفيرة ونصباً منتظم من الأدوية التي تأتي على شكل مساعدات وحصولهم على مبالغ مالية في وقت تبلغ فاتورة استيراد الأدوية في اليمن نحو 88 مليار ريال سنوياً وفق الإحصائية الهيئة العليا للأدوية التي يديرها الحوثيون وفي حين تشير الأصابع إلى وزير الصحة الحوثي بالتورط في أعمال واسعة من توزيع الأدوية المهربة على المستشفيات والصيدليات إلا أن التقرير يشير إلى وجود علاقة واسعة بين قيادات حوثية رفعة مع المهربين والممسكين لسوق الدواء المنتشرين على سواحل اليمن الغربية والجنوبية وهو ما يجعل من هذه التجارة رئيجة للحوثيين ولو كانت على حساب اليمنيين اشتركوا في القناة